السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم شكراً لفتح هذا المقطع واللي فيه مراجعة لابتوب حديث جداً من شركة هواوي عندنا جهاز الميت بوك دي سكستين وهذا الموديل خصيصاً أطلقته هواوي مختلف عن السابق من الموديلات الأخرى اللابتوب هذا يجي بشاشة مقاسها 16.1 بوصة أو إنش عموماً الجميل في هذه الشاشة أن شركة هواوي حاولت تغتنم مساحة الشاشة بمقارنة بالبودي لغلاف هذا الجهاز حتى أنهم خلوه يستغل 90% من حجم الهيكل الخارجي شكل الجهاز من الخارج زي ما نشوف فيه شعار هواوي واللونه مائل من الرصاصي إلى الموف ويعطي تموج من خلال مشاهدته من عدة زوايا بالإضافة إلى الهيكل المعدني والهيكل المعدني يعني يعتبر موضع الآن كثير من الشركات أصبح تطلق أجهزة محمول أو كمبيوترات لابتوب بشكل معدني لأنه شكله جذاب وينفع حتى في المنزل في العمل بين أصدقائك النحف اللي يمتاز فيه عندنا منفذين USB Type-C وأيضاً منفذين USB 3 بالإضافة إلى منفذ الشاحن وهذا هو شاحن الجهاز وهو USB Type-C زي ما تشوفون من كل الجهتين المهم دائماً نظام التشغيل نظام التشغيل في هذا الجهاز هو Windows 10 الإصدار العاشر طبعاً الرام 8 جيجا بايت الرام المعالج AMD Ryzen أنا جربت على هذا الجهاز أني أحمل الفوتوشوب فتح معاي تمام وكان فيه سهولة في التعامل وما كان فيه تعليق ومن هذه الأمور بالإضافة جربت أني أحمل Steam وألعب عليه لعبة PUBG وأشوف كيف تعاون هذا الجهاز والقطع اللي جواته الرام مع الهارد ديسك مع المادربورد مع كرت الجرافيك طلع لي أنه اللعب زي ما تشوفون الآن على الشاشة اللعب سموث انسيابي وما كنت أواجه لاق أو تعليق في الجهاز أو حتى جهد على الجهاز بالإضافة اللي خلاني أفكر أحمل لعبة PUBG لما شفت المراوح اللي موجودة بهذا الجهاز معناته الجهاز فيه قدرة عالية فيه تبريد المعالج ولوحة الأوم فالجهاز المراوح اللي موجودة فيه هي من صناعة أيضاً هواوي هذا شيء جميل جداً يحافظ على درجة معينة من الحرارة للجهاز حتى يعطينا أداء عالي وجودة عالية في العمل نتكلم عن المواصفات أيضاً اللي موجودة عندنا زر التشغيل موجود فيه أو مدمج معه زر البصمة نحن نقدر نضيف أكثر من أصبع إذا كان مثلاً نستخدمه فيه المنزل على منصات التعليم وكان يستخدم الطالبين نقدر نخلي كل الطالبين لكل واحد بصمة وشاشة مختلفة عن الآخر خصوصاً لما نبدل بين اليوزرات بالإضافة سماعات أو تجربة الاستماع الثلاثية الأبعاد أو السراؤندي الأصوات المحيطة حاطين لكم السماعات بجانب الكيبورد من اليمين واليسار وكان تجربتي في اللعب الصوت موزع من اليمين واليسار وتجربة جميلة جداً نتكلم أيضاً الموائمة أو الإكو سيستم أو بيئة العمل ما بين أجهزة هواوي جربت أني أربط جوال هواوي مع اللابتوب فكان فيه تواصل وموائمة وتزامن مباشر ولحظي وهذا الشيء مفيد جداً خصوصاً لأصحاب الأعمال أو حتى استخدام الشخصي صورت صورة تبغى تنقلها على طول للكمبيوتر بس تحط الجوال في منطقة الماوس باد الهواوي شير أو خاصية هواوي شير على طول راح يعكس لك الشاشة بداخل شاشة اللابتوب ورح تتفرج على الجوال وتسحب كل المواد وأيضاً تنقل إلى الجوال بنفس الوقت طبعاً المعالج بمعمارية 7 نانو متر اللي هو AMD Ryzen 4000 وهو H-Series الشاحن اللي موجود مع هذا الجهاز 65 واط ويقول لنا أنه هذا الشاحن لو نشحن فيه 15 دقيقة احنا ممكن نعمل على الجهاز لمدة ساعتين اللي هو Office Use أو الاستخدام المكتبي يعني على سبيل المثال حملت برامج الأوفيس الأكسل عندك الإيميل الجهاز يدعم الاتصال عن طريق الواي فاي 6 أو أيضاً 5 جيجا هيرتز أيضاً عندنا البلوتوث وموجود بالجهاز برنامج الهواوي بي سي مانيجر هذا البرنامج مخصص لأجهزة هواوي فأول ما تشتري جهاز هواوي أو تشترين جهاز هواوي رح تحصلون هذا البرنامج موجود وفايتة كبيرة جداً أول فائدة أنه فيه تواصل مباشر مع الدعم الفني الفائدة الثانية أنه هذا البرنامج يتعرف على كل قطع الجهاز الرام، مساحة التخزين، عندنا كرت الرسوميات عندنا أيضاً السماعات، منفذ سواء الشبكة أو منافذ الـ USB وغيرها يتفقد ويقوم بإصلاحات لكل قطع الجهاز وبالختام، هذه كانت مراجعتي للابتوب أو الكمبيوتر المحمول من شركة هواوي اللي هو MateBook D16 أتمنى أني أنا أعطيتكم كافة المواصفات والأمور اللي كانت تهمكم تطلعون عليها بقية المواصفات رح تحصلونها في صندوق الوصف شرفوني بالضغط على زر الاشتراك وأيضاً تفعيل جرس التنبيهات ولا تنسون اللايك عشان يوصل لكثير من الأشخاص بالإضافة، يلي تسيرون علي على حسابي على التويتر اللي هو طارق الجاسر هذه أطيب تحية وأتمنى تكونوا دائماً بخير وسعادة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر